السلام عليكم فيديو جديد اليوم هي الثلاثاء كما كتشوفو كين ضباب على ضفاف نهر سالورون وحتف المدينة ديال ترواريفير هذا الضباب هذا ديال الصباح لانه قد يتحول الحرارة طالعة بزاف خلال النهر قد تصل حتى 30 درجة اليوم البارح كانت سبعة وعشرين اليوم ستكون 30 درجة حتى 32 درجة في موريال كما كتشوفو احنا في الصباح احنا في مدينة ترواريفير هي كما كتشوفو كتوبة هنا ترواريفير مدينة جميلة في هذا الفيديو أريد أن نجاوب الإخوان والأخوات الذين يطرحوا عليها الأسئلات فيين ندفعوه كيفاش ندفعوه ونحن نريد أن نلقى خدمة وفيين نلقى طلب الخدمة شوف هذه الأسئلة كلها تطرح وكل شيء لديكم في الانترنت كل شيء الأجوبة لديكم في الانترنت المشكلة لدينا هو أننا لا لدينا الرغبة وخاطر لكي نقلبه كل شيء في الانترنت ترى المواقع الحكومية للهجرة سواء تتعلق ببرنامج أريما أو أنترا إكس بريس أو أطلانتيك كل المواقع فيين تلقى الخدمة وعندما تتواصل مع هذه الشركات حتى تجد شركة لتجاوبك كان جميع الأجوبة على شحال كي يأخذ الوقت لكي تأخذ جنسية وشحال الوقت لكي تأخذ الإقامة الدائمة وعقد عمل مغلوق شحال الوقت لكي تستطيع تحول الإقامة الدائمة وشحال كل شيء هذه الأسئلة التي تطرح لكم في بالكم رأيها في الانترنت وبنسبة للطلاب التي تقلبوا على السجب والأسئلة التي تقلبوا على الأسئلة كل شيء يأخذ تركين في الانترنت أنا كنصحكم أن الانترنت تتبحث عن الوقت بحال الإنسان الذي يقرأ في الدراسة وعندما يحفظ وعندما يكون لديه الكثير من المواد ولكن لا أعرف كيف يرتب وبالخاطر تعرف أن يستوعب ذلك كذلك الانترنت تأخذ لكي تفتح لباجت وعندما يأخذ الكثير من المعلومات لكن نأخذ من تلك الوقت وقرب بقى قرب بقى وقفتها وصيرت سارح والغدلية تكمل يجب أن تفهم ذلك جيد إلا 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 معاولين عن الناس من الانترنت منهم أنا وإخوان أخرين وأخوات أخرين لا يمكننا أن نوفيكم جميع المعلومات أنا أحاول أن أعطيكم المعلومات قدر المستطاع ونجعل لكم السيت ونجعل لكم المواقع الخدمة ونجعل لكم الكثير من الحويج على حسب تجربة لي وعلى حسب شيء تجربة في الانترنت ومعرفة غير المعلومات قدر من الشيء لا يمكن أن تفعل أخوات الأخوات لأن الأخوات يقولون لكم أريد أن ألجا إلي المعلومات ماذا لن أعاون لكم أخوات لم يمكن أن أصفت لك عقد عمال لا يمكنها إن أصبح حال لتوصفت أدى أن أكثر هجلًا أحب الأمريكي يتعاون بعض المعلومات مع الشركة يجب أن تتعاقد مع الشركة وحدا قلت لك برنامج فيديو على الكرة قلت لك كيف نستفد من الكرة وقلت لك لا تستفدي سوف تأتي لا تريد أن تعرف كيف تسنك يعني أنت غير متفتحة الاستقبال والاستيعاب المعلومات أنت بغجي وكيف تقلبي بججي ما خطأ إلا كان عندك شيء من العائلة ولا شيء صديقة بغجي عندها هذه شيء أخرى ولكي راكين الناس مساكلة لما عندهم شيء يجب أن أعطوهم معلومات وأن هناك مشكلة الكرة يجب أن يعرفوا هذا شيء لا يجب أن يأتي الإنسان وعادي يبدو أن يقلبي في غيبات ومهما نتمنى أن هذا الفيديو غير راكين فيديو مراجعة والأفكار والأسئلة وكان نحفظهم أن يقلبي في الانترنت أرى الناس الكثير من هنا وهذين يقلوا قبل في عشرين، ثلاثين، ثلاثين عام أرى ما كان لدي الانترنت لو كان الإنسان يبحث يقلبي وما زال هذه الساعة لا يحتاج إلى يد العائلة كما لا يحتاج إلى ذلك كانوا سادين ومزيرين وزائد الباسبورات كانوا في البلدان ديان وكانت البلدان ديان كانوا مزيرين يعني كانت القادية مزيرة أما دابرة والأنترنت والمعلومة تصل لك حين تفضارك وكندا والمحتاجة للعمل وكتصل لك المعلومة حية ما شاء الله كان فرق كبير يالله من مدينة ترواريفيار نخليكم على خير وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر بحول الله